موسيقى شعارات في مختلف المشاركات الرئيسية والمشاركات المهمة دائما في كل الانطلاقات مباشر مع الجعدان المهجنات الاصائل حيث ينطلق المركز الاول ويسير نجد لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة عمر بن مطر بن لاحج الهاجري يتقدم على اول المشاركين ويسير نحو المركز الاول بينما المركز الثاني المركز الثاني هناك مولع تعود ملكية هجن العاصفة وتضميره لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الثالث المركز الثالث يصل من خلاله هملول لسمو شيخ زايد بن حمدان بن زايدان هيان وفي التضمير والتدريب ياتي يمعى بن عتيج الرميثي اما المركز الخامس نقلوا المركز الرابع في هذه اللحظات شاهين لسموه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير لدى سعيد بن سالم اللي نيبي يتواجد على المركز الرابع وملكز الخامس ايضا هنا ياتي مشاهدين العزاب مليح لسموه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير والتدريب تعود الى سعيد بن سالم اللي نيبي ننتقل مباشرة الى المركز السادس في هذه اللحظات سادس المراكز نسير الى صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وياتي مسري بن سالم بالعرطي الحميري اما مشكور يحتل المركز السابع تعود الملكية لهجن الرئاسة عملية التضمير والتدريب ياتي عيسى بن احمد بن مايد الخيالي حيث قدم لنا مشكور اما المركز الثامن هجن العاصفة تقدمت الى المركز الثامن ليتقدم سراب بقيادة حمد بن راشد بن غدير المركز التاسع هنا ياتي غشام لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايدال انهيان وفي التضمير احمد بن خلفان بالصائغ المزروعي الجن تلمان حيث تقدم الى هذا المكان اما المركز العاشر يصل من خلاله متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسيل بن مبارك بن مرخان يتقدم بن مبارك في هذه اللحظة الى عاشر المراكز هذه النتيجة مشاهدين الاعزاء للعشرة مراكز اولى المتقدمة لكن النشاط لا ينتهي النشاط والمرموم والميدان الذكي اكيد شعل من النشاط الدائما سواء في الصباح وفي المساء كل الاشواط اصبحت رسمية كل الاشواط مهمة وحماسية وعوده الى نجد لا زال المسيطر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المضمر عمر بن مطر بن لاحج الهاجري يتسلل الى حيث المكان الاول المكان المرموق المكان الصحيح والمكان المطلوب بينما في المركز الثاني يتواجد مولع من هجن العاصفة ويولع المشاركة بينما في تضميره حمد بن راشد بن غدير اما المركز الثالث بدأ يتدخل مشكور بدأ يقترب ها هو مشاهدين العزاء شعار الهجن العملاقة شعار هجن الرئاسة هذه المؤسسة العملاقة المتميزة دائما في المشاركات والمشتريات بينما ياتي في التضمير عيسى بن احمد بن مايد أهل خيالي احد الشباب البارعين في التضمير لكن المركز الرابع هنا تدخل للمركز الثالث هنا يسير شاهين لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم المتحدي سالم بن سعيد بن منانا ياتي في هذا الموقع على الثالث المركز المركز الخامس تدخل مشكور من هجن الرئاسة عيسى بن احمد بن مايد الخيالي في اكثر من خيار مطروح تترك مع العمالقة والبارعين اما المركز السادس في هذه اللحظات يتواجد غشام لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايدان هيان واحمد بن خلفان بالصائغ المزروعي لكن سراب يتسلل سراب يتسرب من الجانب الاخر لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير بدأ يتسلل مشاهدين الكرام حب حب ورويدا رويدا الى منطقة الامان الى منطقة التحدي الاولى هنا مشاهدين الكرام نقترب من الكيلو الاخير الكيلو الاخير انطلقت هذه العناوين انطلقت هذه المسميات ولكن مولع لا زال مولع الامور الله قايد يشوط قايد يشوط اكيد بلا شك كابتن الشوط لازال مولع لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابع يتابع ويراقبه بينما المركز الثاني مشكور لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيلي ومن الجانب الاخر شاهين وكذلك سراب بدأ يتدخل لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير شاهين في المركز الرابع اسمه شيخ احمد بن محمد بن راشد المقتوم المتحدي سالم بسعيد بن منانا خذ المركز الرابع ها هي الرباعية ولكن سراب ارى مولع سراب ومشكور واللحظات الاخيرة الله انطلق مشكور انطلق مولع مشكور ومولع ولكن مشاهدين العزاء ولعت 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 لحظة النهاية لحظة الخطر ولكن مولع عاد من جديد مشكور يحاول في اللحظات الاخيرة مشكور ومولع ولكن مولع غادر مولع غادر مشاهدين الكرام وسافر الى الناموس سافر الى الناموس ليهدي مؤسسة هجن العاصفة من جديد ناموس مميز وناموس يستحق من خلاله الهداوة التحية ها هو مشاهدين العزاء يصل مولع الى خط نهاية معنى الفوز والاقتراب من ناموسة في هذا الموسم ويتقدم لهجن العاصفة النقطة الرابعة المسائية تهانين وناموس لهجن العاصفة المركز الثاني مشكور هجن الرئاسة المركز الثالث شئيلي اسم الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم الرابع انسراب من هجن العاصفة ومشكور يحتل المركز الخامس لهجن الرئاسة هكذا مشاهدين العزاء كانت النتيجة ونتيجة هذا الشوت الذي من خلالها تم الانطلاق والوصول الى خط النهاية بتفوق كبير وتحدي من شعار هجن الرئاسة حيث او هجن العاصفة حيث كان التحدي والانطلاق في مباشرة هذا الشوت بناموس وتحدي كبير التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون مشاهدين الكرام ياتي بسبع دقائق ثلاثة واربعين ثانية ثلاثة او سبعة جزام من الثانية ثانية لهجن العاصفة على فوز مولع بالمركز الأول وقيادة الشوت من البداية حتى النهاية مشكور في المركز الثاني لهجن العاصفة مشاهدين او لهجن الرئاسة من يحتل في المركز الثاني سبع دقائق خمسة واربعين ثانية بالوفاية والتمام والكمال عيسى بن احمد بن مايد الأخيلي في التضمير اما المركز الثالث ايو الحبل الكريم هناك نتابع شاهين اسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم نتابع من احتل المركز الثالث وسبع دقائق للمضمر المتحدي سالم بسعيد بنانا على هذا الفوز وهذه المشاركة بسم الله الرحمن الرحيم ايو الحبل الكريم مشاهدين الكرام لازمنا نتواصل وياكم شوطن تلو شوط